كذلك الحال بالنسبة إلى أبي بكر وعمر وأشباههما وأضرابهما نحن نقول لا ننخدع بظاهرهم نحن نبحث في باطنهم بحثنا في باطنهم وجدنا كثير من الروايات والأحاديث والأدلة التي تدل على نفاقهم وأنهم ما كانوا مؤمنين بل عندنا أدلة صريحة 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 بعضها في آيات القرآن الحكيم بالذات فيما يتصل بعائشة وحفصة سورة التحريم بالله عليكم نزلت في من؟ نزلت في من سورة التحريم؟ هذه الآيات التي هي كالصواعق في تعريت امرأتين وتشبيههما بامرأتين نوح ولوط في الكفر والبغي والفساد والإيذاء لنبي الله صلى الله عليه وآله لمن توجه هذا الخطاب؟ إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما في من نزلت؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط في من نزلت؟ اجماع المسلمين بشتى طوائفهم بشتى فرقهم بشتى مذاهبهم أن هذه الآيات سورة التحريم كاملة نزلت في عائشة وحفصة الله أثبت في سورة التحريم أن عائشة وحفصة صغت قلوبهما وطالبهما بالتوبة يعني أثبت العصيان عليهما أثبت الذنب أثبت النفاق تقول لأين؟ أقول حينما قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وآله من أنبأك هذا؟ هذا دلالة على النفاق أن المرأة لا تؤمن بأن هذا الرسول يأتيه خبر السماء ولذلك تسأله من أنبأك هذا؟ من أين جئت أنت بهذه القصة المستقبلية بهذا الأمر الغيبي الذي تتحدث عنه؟ من أنبأك بهذا؟ أو من أنبأك هذا؟ اللي يضطر النبي صلى الله عليه وآله يجيبها بماذا؟ نبأني اللطيف الخبير العليم الخبير فإذن هذه دلالة على أن المرأة منافقة وليست مؤمنة حقا إذا كان القرآن ينطق بنفاقهم تريد مني أنا أن أغمض عيني وأصم أذني وأصبح كالببغاء أكرر عدالة الصحابة عدالة الصحابة عدالة أمهات المؤمنين عدالة أمهات المؤمنين هذا لا أقبله على نفسي لا أقبله على عقلي الله أكرمني بالعاقل فلا أقبل